مرحبا بكم في قناة دي دو سمدي الشمس يعني حارة جد جد حارة رشيد شوية دي دي الماء بالنسبة لهاد الأرانيب يعني مش نقوله قدات عليهم الحرارة ولكن كما كتشوفوا معايا راهم كلهم مجبدين عندهم شوفوا راها بحرارة وشوفوا الطريقة باش كينهتوا راها مختلفة وحد شوية كيبانوكم كينهتوا بوحد طريقة أكتر كيفاش غدي نتعاملوا مع هاد هاد الموضوع يعني دير الحرارة يعني يعني الناس رام عندهم يعني في جميع الدول غدي تكون عندهم يعني الحرارة مرتفة فيها. يعني 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 البلدان او المناطق اللي كيكون فيهم الحرارة اكتر من 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 بلدان اخرين. نحن احنا في المنطقة الشرقية عندنا حرارة في ايام دي الرمضان. اه المرادة الكريم اه يعني حارة بزاف. بالنسبة للالالانيب حسيت بهم انهم بدو كي يعني تزيروا من يعني في هاد الايام هاي. اه شحان واحد غدي يسووني يعني كيفاش نتعاملوا مع هاد الالانيب. انهم من ناحية دي الاكل من ناحية دياله الشرب ديالهوم لمن ناحية دياله اه تغطية ديالهوم شحال درجة حرارة اللي خصم يكونوا فيها. اه انا عارب بلا يعني جميع المربين المبتدئين ما من دومش امكانيات باش غديدير كليمات يزور مثلا او غديدير شي تهوية مع هاد كديرا. انا كدر مع يعني البوسطة يعني الناس اللي يدينين مشروع بسيط. اه بحالي انا احنا قاعد راوش كيفية التعامل مع الالالانيب. انتم كما كتشوفوا كتلقاه راها متقي ومني كتتقي سوق. في الحمد يالو كتلقاه شوية سخونة. ممكن انكم تستعنوا برشاشات. يعني رشاشات باش ديال الماء عادي انكم ترشوهم في شوية. ولكن مشي يوميا غدقوا ترشوهم وغادي ته اه يعني تقطعوا بزاف من الوقت باش كل قطرة تقود جيو ترشوهم. انما كينقادية واحدة وهي الكميات ديال الاكل. كميات ديال الاكل شحام وعد كيمشي كيغلط كيبقى غادي بنفس النهج اه في الايام الاخرى. وهذا واحتباس الحراري. احتباس الحراري مشي للمعنى ديالو انه يعني اه من خلال يعني المفردة ديالو احتباس حراري. لا. يعني اه يعني اعلى درجة من الحرارة. للا مشيها دول معنى ديالو. وانما الاحتباس الحراري ينمشهما. يعني اه الجسم ديالهم اه وصلوا واحد درجة ديالالالالالالالالالالالحرارة مرتفع. كيفاش غاديوصلها من خلال طاقة. كيفاش غاديوصلها هاتى الطاقة من خلال الاكل. يني الا الاЫ الناس اللي اللي مربين ارانه. بمخصوح مش اه اه يبقوا بنفس النهج اللي كانوا غاديين به من قبل ديال defendلاهم الكيميات ديال الاكل. الناس اللي كيعطيه السيكاليم من الاحسن ماتقش عطيهن بنهار كامل قاع الناس عطيهن غير الليل منيك يبرد الحال انتما غادي تلاحظوا ان الكيمياد للأكل هما ممقوش كي ياكلوا بزر ولكن يلاحظ تقولوا الماكلام اللابد ما غادي وخاري قوي تسلوا فيها يمشي وياكلوا منا مني غادي ياكلوا منها غادي هذيك الأكل كيعطيهن واحد طاقة كيسخلهم من جسم دياله هذيك الطاقة بالاضافة الى الطاقة اللي كينادي يصيد ربي ديال السخانة وديال الصاد كونو متأكدين انهم وحد النار قد جيو كتلقاهم يعني مجبدين ميتهن انا موعد تقول باللي الحرارة هي اللي قتلتهم الحرارة مكتقتش الأرانيب حرارة ممكن ان الأرنب يبقى بحالكا ميكوش حيوي يبقى غيم جبدهن عس حالة الطريقة هذي يعني تكون غيم جبدهن عس ولكن ماشي ان الحرارة غادي تقسل الأرنب لا وانا كيما كتشوفون اني داير غي سطح يعني غي في سطح يعني باني لهم غي في سطح انتما يعني داير غي الزنك هوا ممكن ان نشوف الزنك هوا را نلقاه حامي يعني ساخن يعني هذي الحرارة ممكن انها توصل لهم ولكن ماشي يلي غادي تقسلهم وغادي تقاديهم لا هما غي الأشي عادية الشمس ما تكونش ضربة فيهم مباشرة وصافرة هم زيانية ما عندك لاش تخاف منهم تخاف عليهم عفوا ولكن المشكلة فين كتوقع هو هو الناس اللي يبقوا يعطيهم كمية دي الأكل وتسمين عادي يعني يبقى يعطيهم يأكلوا بطريقة عادية لا الناس اللي الذي يلعطيهم ثلاثة المرات ما خصوم كي يعطيهم ثلاثة المرات وما خصوم كي يعطيهم تجوشenne مرات في النهار خصوم يعطيهم مره واحدة في الليل ولا تخافين عليهم ي Blairك الشي اللي غادي يأكلوا في الليل ي تراجعوا الاطاقة ديال لأن اللي هي يكون الحالة المبرد ما كتكونش الشمش و swing يكون الشمش كل من الماء من العرض سيتعيشهم ويعيشهم بطريقة عادية لا تخافون طيبwedت شيئ اذا الحرارية هو زيادة الكمية للطاقة في الجسم إذا كانت طاقة الحرارية في جسم الأرنب على طول النهار يكونوا متأكد أنه تغريب الصافي لا يستطيع أن يحتمل هذه الحرارة بالنسبة للماء يومي لا يكون بارد بزاف لا تقولوا بالله نعطيهم ماء بارد بزاف من كلاجة هذيك حيدوها خاطئ قدرتوها وادعوه مع ذيك الأرنب أعطيه الماء من الروبيني عادي يرقدش شوية ذيك الماء يعني ما يكونش فيه ذيك المبيدات اللي كيكونوا دايرينهم وذيك الجافعين اللي كيكونوا دايرينهم وكيكون الماء كيكشكش في الأول خليه واحد شوية يرقد وعطيه لهم عادي ماء يعطيهم مش الماء بارد جدا تقولوا لا هذي نعطيهم ماء بارد باش يبرد عليهم لا ممكن أنكم ترشوهم بالماء عادي ترشوهم هكا بواحد الرشاشة يعني غير بخاخ يعني تبخوا عليهم شوية تلطف لهم شوية الجو الناس اللي كيدروا أو تاني واحد الفرفارة الدور تبرد تنسم لهم بارد شوية ماشي مشكي ولكن الاحتيباس الحالي هو الموضوع دينا دي الهدنار وهو الكيميات دي الأكل أعطيهم مرة وحدة مرة وحدة بالنسبة مرة وحدة في الليل فقط لا غير بالنسبة لكمية دي الأكل ممكن أنكم تعطيه ربع يعني نصف طاص دي الياغورس بالنسبة للفرد فرد البالغ أما بالنسبة للصغار هما كانت شوفوا هنا يعطيهم هوا الدراء ولكن يعطيهم من البارح يعني هادش ينا من البارح هاد الكيمياء هادية راني عاطيها لهم من البارح وشوفوا أنهم را ما كلاوش منها بزاق يعني كلاو خلاو منها وما دا برا ما كياكلوش قليل اللي كتلقا كياكل هانت هاد صغير را كياكل ولكن بوح طريقة يعني غي غي كيتسلى وصافي ماشي كياكل لأنه حس بالجوع يعني ما كتقاش عندهم ديك ذك التهافت نحو الأكل ما كتقاش عندهم رخبة أنهم ياكلوه إذا كما قلنا أشيعة الشمس ما تكونش مسلطة على الارانيب ديالي مباشرة هاده أول حاجة قصد يكونوا عايشين في الضل ثاني حاجة الكيمياء دي الأكل قلوا لو ما تعطيهمش قاع الماكلة بالنهار ما تعطيهمش الماكلة بالنسبة للأمهات حاولوا أنكم ما تعطيهمش ما تعطيهمش ما تزوجوهمش مع الذكور باش ما يولدوش في هاللوقيته اللي كتكون سخونة لأن ذك الصغار ما كيحتاملوش للمراجل اللي ممكن أنها تحدث الأونثة ما كيبرالهاش الجرح بغياء في البرد كي كتبرامسكينات غياء كتنود صافي كاتف قصر الصغار ديالها سافيرها مزيان أما بالنسبة للصيف كتكون القضية صعيبة ش شوية الناس لي ما عندهمش تبريد يحاولوا أنهم ما ما يزوجوش الأونثة يخليوها تيفود ديك الموجة ديال الحر ديالن الحلقة ديالنا هي هادي حاولوا أنكم تتعاملوا بدكاء مع هاد الفترة هادي تدوز ديال ديال الصيف حلقة ديالنا هي سهلات ما تنسوناش بزير جام تكي ولا زير جام ما تنسوناش الناس لي ما شاكوش معنا يشاركوا معنا قناة غدية بالتعم ديالكم كنشكركم جزاف على التعالي قطيبة ديالكم تكي ولا زير جرس باش يصلكم جديد ديالي إن شاء الله إلى اللقاء في الحلقة المقبلة إن شاء الله شكرا شكرا